كثير من الجهات هم باهتداء وضعوا العراقيل في الطريق ولكن ما هي أسباب هذه العراقيل؟ الآن بصراحة أريد إذا أريد أخلي وأشر إلى ألداء وحدة من أهم العناصر مثل ما تعرفون البلد هذا وضعنا الدهور خلال 17 سنة الماضية أهم قضية وأهم عنصر هو استشراء الفساد وكان طبعا اضطر سيد الكاظمي آني همينه حتى أكون واقعي اضطر الرجل راد أنه يصير رئيس وزراء وشاف أنه حتى يصير رئيس وزراء يجب أرضاء الكتل وأرضاء الكتل أيضا تتم بالمحاصصة فبالنهاية قبل بقضية المحاصصة وقبل نعم عند وزراء على مستوى جدا جدا عالي من الكفاءة والمهنية هذا ما بينقاش ولكن هؤلاء يمثلون الأقلية للأسف أغلبية الوزراء أنا لم أتهمهم بالفساد ولكن أغلبية الوزراء أجوا عن طريق المحاصصة وبالتالي تم تعيينهم من قبل الأحزاب للأسف يعني هؤلاء بشكل عام أنا ما أريد أقول بشكل عام هذا الوزير عندما يعين من قبل جهة سياسية وهذه الجهة السياسية كما خلال 17 سنة الماضية نعرفها كانت واضحة القضية زين كل جهة أغلب الجهات السياسية عندها مجانا اقتصادية الوزارات اللي ما أخذتها تريد تستفاد من عندها